تعد شجرة التوت الشامي واحدة من المحاصيل الزراعية التي يتميز فيها القطاع الشمالي لمحافظة القنيترة والتي تزرع بمساحة تقدر بـ 1100 دنم ويبلغ متوسط انتاج الشجرة في الموسم الواحد قرابة 50 كيلو جرام سنة الماضية كانت أحسن بس يعني هوا سنة هاكي سنة هاكي بيكون أجمالا الصجرة بيحمل ولكن ان شاء الله سنة الجي بتكون الحمل أحسن وأفضل نحن بموسم حضر ما يتمد أكثر شيء على شجرة التوت التوت بيعطي موسم كثير منيح السنة هاكي كان خفيف بوجود أمراض ومع أمراضها ان شاء الله سنة الجي أحسن يعني هو موسم التوت كثير كإنتاج وكمحصول أحسن شيء بصفة بهالبلي وطبقى مشكلة الشبشلة التي تصيب شجرة التوت تقلق المزارعين كونها تؤثر على مستوى الإنتاج وبدورها تعكف مديرية الزراعة في القنيترة مع المعنيين بوزارة الزراعة على متابعتها ودراستها في سبيل الوصول لحلها شجرة التوت تعتبر من الأشجار الاقتصادية والتي لا تحتاج لخدمات كثيرة تزرع هذه الشجرة في محافظة القنيترة على مساحة 140 هكتار وتتركز زراعتها في قرى حضر جباتة أطرنجة ومزار الأمل أما باقي القرى فتزرع بشكل إفرادي متوسط انتاج الشجرة تقريبا من 40 إلى 60 كيلوغرام تختلف من شجرة لأخرى شجرة التوت الشامي هي أحدى الأشجار الاقتصادية ولا تحتاج إلى الكثير من العنائف رعايتها وتعد من المحاصيل الزراعية التي يمكن استثمارها في صناعة المربيات والعصائر وتصديرها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني باسا سلمان لقناة سمى الفضائية محافظة القنيترة ترجمة نانسي قنقر